لأنه افتقد وصنع فداعاً بشعبه وأقامنا نعقدنا خلاص في بيئة داودة التكريس كما تكلم على أفوال الأنبياء القديسين اجتمع اتحاد الرهبنات في الأردن في المركز اليسوعي بعمان بهدف التعمق في رسالة التكريس والعمل الروحي الذي تقوم به الراهبات والتأمل في دور العذراء في حياتهم وجاء اللقاء بعنوان السيدة العذراء ودورها في حياة المكرسة وقدمت الأخت انتوانيت مطر رئيسة الاتحاد كلمة رحبت فيها بالآباء الكهنة المشاركين في اللقاء الأب وسام منصور المرشد الروحي للشبيبة المسيحية والأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبنات وبالأخوات الرهبات مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الروحية في حياة الراهبة المكرسة وقدم الأب وسام منصور محاضرة أكد فيها بأن العذراء مريم هي صورة الكنيسة في الإيمان والمحبة والاتحاد الكامل بالمسيح مبينا دور العذراء الأم والمعلمة في حياة الكنيسة جمعا كانت معلمة إلنا ونحن بحياتنا نصبح معلمين وقدوة للآخرين منعلمهم بالمثل فبالتالي شهادة الحياة وخبرة الحياة إلها وقع كثير قوي على حياة الناس أن الراهبة هي أم ومعلمة مثل ما كانت أمنا مريم العذراء أم ومعلمة إحنا كمان لازم نكون ما نستحق نعيش حياتنا الأمومية الإنسانية البسيطة مع الناس متعامل معهم مع الشبيب مع الأخويات مع الرعي مع جميع فعاليات الرعية نعيش دور العذراء كأم ومعلمة يكون عندنا إرادة مريم العذراء اللي كانت مسرعة إرادتها خلتها تخدم وتشتغل وتعمل جسدت إرادة الرب لتكون مشيئتك ها أنا أمت الرب إحنا كمان لازم نعيش هاي النقطة بحياتنا المكرسة ودورنا تير يعني حمللنا ضميرنا دور علينا مسؤولية كبيرة لازم نعيش دور إرادة مريم العذراء في حياتنا اليومية تتحول عملي لصلاة ما أني أترك حياة روحية للأشغال اليومية أني الأشغال اليومية تتحول لصلاة حتى يجي تالي نهار أقول يا رف بين يديك السودع روحي أتمت إرادتك ومشيئتك وبدأ بنخلال خلالكو أشكر نورسات اللي دائما هي بتنقل كل فعاليات ونشطات الاتحاد لجميع أنحاء العالم الله يعطيكو العافية وربنا يبارك أتعابكو نحنا بالكنيسة أحجار حية نبني بعضنا البعض إيمينا منا بقول السيد المسيح أنه متى اجتمع إثناني أو ثلاثة باسمي أكونوا في وسطهم نحنا منكرس هيدا اللقاء كل شهرين ومنصر أنه يكون هيدا اللقاء موجود ونحرص أنه فعلا ما نغيب عنه لأنه هو لقاء مثل ما قلت روحي وأخوي بامتياز نغتني ونستقي من ينابيع بعضنا البعض ومن الينبوع الأول والأخير السيد يسوع المسيح ويهدف اللقاء الذي اجتمل على صلوات حرة واعترافات إلى تهيئة المشاركات للدخول في الزمن الأربعيني بروح الخدمة والإماتة والتقشف والعطاء على مثال السيدة العذرق قد عمتني شخية ملتني كسير